بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله استكمالاً الموضوع اللي كنا وقفنا عنده الحصة اللي فاتت الحصة اللي فاتت حكينا عن القدرة المستهلة كفي المقامات كيف بحدد مين المقامة الاكثر استهلاكاً للقدرة كنا منبحث عن اكبر اه مقام بمر فيها اكبر طيار حلا اذا تساوف التيار نبحث عن اكبر مقامة وحكينا ان القدرة تتناسب طردياً مع المقامة عند ثبات التيار ولذلك المقامة الاكبر مقداراً هي الاكثر استهلاكاً للقدرة او للطاقة اذا كان التوصيل على التوالي والقدرة تتناسب عكسياً مع المقامة عند ثبات الجهد لذلك المقامة الاقل مقداراً هي الاكثر استهلاكاً للقدرة او الطاقة اذا كان التوصيل على التوازي وهذا في عليه السؤال في الكتاب لحظة عند توصيل المقامات بطريقة التوازي تكون المقامة الأقل مقدارا هي الأكثر استهلاكا للقدرة أو للطاقة نفس المعنى أو للطاقة السبب لأن القدرة تتناسب عكسيا مع المقامة عند ثبات الجهل فهلا في حالة التوصيل على التوالي تكون المقامة الأكبر مقدارا هي الأكثر استهلاكا لأن القدرة تتناسب طرديا مع المقامة عند ثبات mathematics الآن إذا كان عندي مجموعة من الدارات دعنا أول إشيك زي هذه كيف إذا كان عندي مجموعة من الدارات كيف أحدد من الدارة الأقل مقامة والأقل استهلاكا للقدرة والأكثر استهلاكا الآن مش المقامة ما بدي تقول لي مين الدارة الاكثر استهلاكا للقدرة او الطاقة. في هاي الحالي لازم نروح ندور على المقاومة لمجموعة من الدارات هاي قاعدة لمجموعة من الدارات مش مجموعة من المقاومات هون. لتحديد الدارة الاكثر. الدارة الاكثر استهلاكا للقدرة او الطاقة. للقدرة او الطاقة هون نبحث نبحث عن عن المقامة المكافئة عن الدارة التي عفوا هون بدك تبحث عن الثابت لهذه الدارات. نبحث عن الثابت لهذه الدارات. هل هو الجهد ام التيار? بدك تعرف من نص السؤال لهذه الدارات. هل هو الجهد ام التيار? اذا كان في السؤال طبعا هو اللي بيحدد. السؤال اللي في الكتاب هو محدد الجهد اللي الثابت. وكيف بعرف ثبات الجهد هذا. ثبات الجهد. اذا ذكر في السؤال. اذا ذكر في السؤال. اذا ذكر في السؤال ان الدارات وصلت الى بطاريات متماثلة. خلاص هيك بتعرف انه هون هو الجهد اللي ثابت مش التيار. اما اذا التيار بيحكي لك بشكل مباشر. المان انه التيار المار في هذه الدارات ثابت. اذا هون اذا حكالي انها وصلت الى الى بطاريات متماثلة ساعتها بيكون الجهد اللي ثابت. طيب. شو بيستفيد من الجهد ولا التيار? اذا كان الجهد هو اللي ثابت. هم? اذا كان الجهد هو الثابت فالقدرة تتناسب عكسيا مع المقامة. اذا كان الجهد هو الثابت فان الدارة. فان الدارة التي لها اقل مقاومة مكافئة هي الاكثر استهلاكا. اقل مقاومة مكافئة هي الاكثر استهلاكا. اما اذا كان التيار? فذلكون العكس. اذا كان التيار هو الثابت. اذا كان التيار هو الثابت فان الدارة الاكبر مقاومة مكافئة. الاكبر مقاومة مكافئة. مقاومة مكافئة من توالي وتوازي. هي الاكثر استهلاكا. هي الاكثر استهلاكا للقدرة او الطاقة. هيك. اذا غير المقاومات. اذا كان عندي مقاومات بدي روح ادور المقامة اللي بيمر فيها اكبر تيار. واذا تساوي في التيار بدور على اكبر مقاومة. اما افتارات لا بدي اعرف من نص السؤال مين اللي ثابت? هل هو الجهد ولا التيار? طب الجهد يابيحكي بشكل مباشر علما انه الجهد لهذه الدارات ثابت. او بقول لك وصلت الدارات الى بطاريات متماثلة. او برسوم لك دارات وبيكتب عندي الجهد الكل جيم 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 بدون ترميز. هيك بتعرف انه الجهد هون ثابت. حس اذا الجهد ثابت بتروح اطلع المقاومة الكلية لكل دارة. وبتكون الدارة اللي اقل مقاومة مكافئة هي الاكثر استهلاكا زي السؤال اللي في الكتاب. بس السؤال في الكتاب مباشر. يعني سهل ومباشر. هون معطيك خمس مصابيح متماثلة. خمس مصابيح متماثلة يعني لها نفس المقاومة. فوصلت الى بطاريات متماثلة. وصلت مع ثلاث بطاريات متماثلة. اذا الجهد ثابت هون. الجهد ثابت. وبالتالي القدرة تتناسب عكسيا مع المقاومة. هل بقول لي رتب الدارات تصاعديا. بدنا نشوف الاقل استهلاكا. يعني اكبر مقاومة مكافئة. هون المقاومة المكافئة. يعني مصباح واحد فمقاومته ميم. عندي هون مصباحين على التوالي. اذا المقامة المكافئة بدها تساوي اثنين ميم. عندي هون مصباحين على التوازي. اذا المقامة المكافئة تساوي نص ميم. ميم على اثنين. اذا معناها. طلعت المقامة المكافئة للدارة رقم اثنين. هي الاكبر. بعدين المقامة المكافئة للدارة رقم واحد. بعدين المقامة المكافئة للدارة رقم ثلاث. اذا معناها ما هي علاقة عكسية. الان تتناسب عكسيا مع المقامة. فبالتالي القدرة في الدارة رقم اثنين هي الاقل. شايفين عكسة اتجاه المتباينة. لانه علاقة عكسية. بعدين القدرة في الدارة رقم واحد. بعدين القدرة في الدارة رقم ثلاث هيك ترتيب تصاعد حسب القدرة المستهلكة في كل منها إذن عنا ثلاث دارات مثال زي هيك ممكن يجيب لي سؤال بهذا الشكل لنفرض أنه عنا مجموعة من الدارات وصلت بهذا الشكل هاي عنا هون ثلاث مقاومات بهذا الشكل هيك 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 جيم ميم 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 فأسه مثلا أجل أعطاني بهذا الشكل أعطاني هيك بهذا الشكل هاي جيم شايفين هون برضو وصلت إلى ثلاث بطاريات متماثلة شايف مش مرمز الجهود جيم واحد جيم اثنين جيم ثلاث جيم اربعة إذا معناها الجهود ثابت هون مثلا عندي توصيل بهذا الشكل هيك هاي أربع دارات هاي ميم 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 وعنا هاي بهذا الشكل هيك رتب الدارات هون تصاعديا أو تنازليا هون رتب الدارات تنازليا هاي دارة رقم واحد نعطيها ترميز هاي دارة رقم واحد هاي دارة رقم اثنين هاي دارة رقم ثلاث هاي دارة رقم اربعة الآن بدنا نرتب الدارات رتب الدارات تنازلياً رتب الدارات تنازلياً حسب القدرة المستهلكة في كل منها مرة ثاني ممكن يقول لك حسب القدرة ممكن يحكي لك حسب الطاقة المستهلكة في كل منها مدام وصلت الأربع دارات إلى بطاريات متماثلة ومرة ثانية هو في الغالب يكون كاتب في السؤال وصلت إلى بطاريات متماثلة ومقامتها الداخلية مهملة الآن هون بيحكينا وصلت إلى أربع عفوا هون في الرسم راسم ليها أربع بطاريات وكاتب على كل بطارية جيم هذا يعتبر مصدر مهم هون جيم هون جيم هون جيم هون جيم هون جيم إذا معناها وصلت إلى أربع بطاريات متماثلة طيب نيجي للمقامة الكلية هون المقامة الكلية للدارة رقم واحد رح تطلع ثلاثة ميم ثلاثة ميم لأنه هذولا ثلاث مقامات على التوالي هون عندي فوق اثنين ميم هون اثنين ميم مع ميم تحت على التوازي معناها المقامة الكلية ذاكرين في المواسعات اشتغلنا سؤال زي هيك. اثنين ميم. ضرب ميم على ثلاثة ميم. فرح يطلع اثنين على ثلاثة ميم. اثنين على ثلاث ميم. هون هذول الثنتين توازي بيطلع ميم على ثنين. ميم على ثنين زائد ميم معناها ميم الكلية تساوي ثلاثة ميم على ثنين. ثلاثة ميم على ثنين. هاي ثلاثة ميم على ثنين. هون راح تطلع ميم الكلية هاي للدارة رقم اثنين وهنا للدارة رقم ثلاث هون ميم الكلية للدارة رقم اربعة هذولة ثلاث مقامات على التوازي فرح تطلع ميم على ثلاث اذا اذا سبدو روح ادور وين هذا الجهد ثابت اذا المقامة الاقل مقامة الدارة الاقل مقامة كافية هي الاكثر استهلاكا هاي اقل مقامة ميم الكلية للدارة رقم اربعة اقل بعدين بيجي اثنين على ثلاث اقل من المقامة الكلية للدارة رقم اثنين بعدين بيجي هاي واحد ونص وعدين هذيك ثلاث بعدين تيجي اقل من المقامة الكلية للدارة ثلاث اقل من المقامة الكلية للدارة رقم واحد وبالتالي بدها تطلع القدرة القدرة في الدارة رقم اربعة هي الاكبر بعدين القدرة في الدارة رقم اثنين بعدين القدرة في الدارة رقم القدرة في الدارة رقم 3 بعدين القدرة في الدارة رقم 1 القدرة في الدارة رقم 1 هذا لا ممكن يجيب لي سؤال ضع دائرة وكل أي الدارات التالية بتكون القدرة المستهلة فيها أكبر ما يمكن هاي القدرة المستهلة كأقل ما يمكن هاي هذول الثنتين أي الدارتين بتكون فيها القدرة المستهلة كأكبر كون الجهد ثابت بدي تكون المقامة الأقل مقدارا هي الأكثر استهلاكا للطاقة إذن لما ييجي يطلب مني أي المقامات أي الدارات أكثر استهلاكا لازم أعرف شو اللي ثابت لهذه الدارات أما إذا مقامات فبدور على المقامة الأكبر تيار بمر فيها أكبر تيار إذن نرجع للأسئلة اللي في الدوسية السؤال هذا ناقشنا الفيديو السابق والسؤال هذا ناقشنا هون سؤال هذا مهم لمجموعة من المقامات الموصولة على التوازي مقامات متماثلة أيهما أكثر استهلاكا عندي مجموعة مقامات متماثلة مش مهم معددا أيهما أكثر استهلاكا لو وصلنا هاي المقاومات مع بعضها على التوازي ولو وصلنا المقامات هاي مع بعضها على التوازي ووصلناهما إلى نفس فرق الجهد وثم وصلت بنفس المصدر لفرق الجهد يعني الجهد ثابت يعني تتعامل معها على إنهن دارتين ما تتعاملش معهن على إنهن مقامات مفردة هلأ هون كون الجهد ثابت بدك تروح تشوف الدارة مين اللي لها مقامة مكافئة أقل هي الأكثر استهلاكا طبعا دارة التوازه هي لمقامتها المكافئة أقل وبتعرف القدرة تتناسب عكسيا مع المقامة عند ثبات الجهد إذن إذا وصلت معا على التوازي يكون الاستهلاك أكبر لأن المقامة المكافئة لها أقل والقدرة تتناسب عكسيا مع المقامة عند ثبات الجهد الثنتين اللي هي النفس الجهد لكن لو جاب السؤال حكالك إنه والله عندي أيهما أكثر استهلاكا للقدرة مجموعة مقامات متماثلة وصلت على التوالي ولا مجموعة مقامات متماثلة وصلت على التوازي علما بأن التيار الرئيسي في الدارة المتساوية ساعتها دارة التوالد تستهلك أكثر إذن المسألة في الداراتك تعرفين اللي ثابت فهون كونه الجهد هو اللي ثابت وصلت إلى نفس فرق الجهد إذن المقامة الأقل في الدارة الأقل مقامة مكافئة هي الأكثر استهلاكي هذا السؤال الآن يجعل المسائل الحسابية المسائل الحسابية تطبيق مباشر يعني بس مجرد تربط القوانين ببعضها البعض يعني زي هذا السؤال عنا مصباح كهربائي كتب عليه 2200 وقت و 220 فول يعني القدرة هون عندي القدرة 2200 وقت فرق الجهد G 220 فول صنعت مقاومته من سيليك في لزي مساحة مقطعه العرضي هاي قالب تساوي 16% 16% هاي 16% ملي متر مربع بدك تحوله لمتر مربع بدك تضرق في عشرة قوة سالب ستة كمان بدك تخلص من بدك تخلص من الفاصلة هاي الفاصلة هاي بدك تكبر العدد منزلتين بدك تصغر القص كمان منزلتين فراح يصير 16 في عشرة قوة سالب ثمانية متر مربع طيب آآ مقاومية مادته رو تساوي واحد فاصلة ستة في عشرة قوة سالب ثمانية يعني 16 في عشرة قوة سالب تسعة آآ في متر طيب المطلوب الأول جد طول السلك الفلزي الذي صنعت المقاومة منه يعني بده لام لا مش موجود إلا فرو لا رو في لام على ألف إذا معناها بلزمني ميم يعني ميم بدها تساوي رو في لام على ألف رو عندي هاي معطينيها ألف عندي هاي معطينيها ظلت مين إذا معناها المعطيات اللي عندي بدها تظلع لمين اللي هي مين قدرة وعندي الجهد فبدا روح أدور على قانون القدرة يعني قانون القدرة اللي بربط ما بين الجهد والمجال والمقامة والقدرة اللي هو القدرة شو بساوي جيم تربيع على مين في الامتحان ارتبكت انسيت القانون ظلك متذكر القدرة القانوني الأساسي تبعه جيم فتان جيم فتا لسا منه بتقدر تطلع القانون الثاني انه تا انا ما بدي تا لانو ما عنديش تا او اني بروح اطلع تا من القدرة وجيم وبعدين من تا بروح اطلع مين هلا هون جيم على مين جيم تربيع على مين معناها مين تساوي جيم تربيع على القدرة يعني ميتين وعشرين في ميتين وعشرين على ألف وميتين شيل الصفر الاول مع الصفر والصفر اللي هون مع الصفر واثنين وعشرين مع اثنين وعشرين فبتصفي المقامة شو تساوي اثنين وعشرين اوم بعدين باج مين تساوي رو في لام على ألف لام تساوي مين في ألف على رو هاي خطو مش ضروري يعني مش ضروري تروح اطلع لام تحطو موضوع القانون بعدين تعوض بمكانك من البداية تعوض يعني تجي تحكي اثنين وعشرين تساوي رو اللي هي ستاش في عشرة قوة سالب تسعة لام بدنا اياها ألف ستاش في عشرة قوة سالب ثمانية ستاش مع ستاش بتروح ارفع العشرة قوة سالب ثمانية فوق هون ارفع العشرة قوة سالب ثمانية بصير اثنين وعشرين واحد في عشرة قوة سالب واحد. لانه بتصير موجب ثمانين. مع سالب تسعة بيظل سالب واحد في لام. اقسم على واحد في عشرة قوة سالب واحد. على واحد في عشرة قوة سالب واحد. هاي مع هاي بتروح. فبطلع معاي لام يساوي ميتين وعشرين متر. وهو المطلوب. المطلوب الثاني بده اكبر تيار. اوه هذا بتدلل فيه. هذا بقدر احله باي طريقة بدي اياها. بقدر اجيبه من جيم تساوي تا على ميم يعني تا بساوي جيم على ميم. بقدر اجيبه من القدرة تساوي جيم في تا عند القدرة وعند جيم. عند القدرة وعند جيم. بقدر اطلعتها. بقدر اجيبه من القدرة بتساوي تا تربيع في ميم. عند القدرة وطلعت ميم تا تربيع في ميم. فبقدر احسب التيار باي طريقة. ليش? كثرت عند المعطيات. فصار بإن كان يستخدم أي قانون لإيجاد التيار 222 على 22 فيها 10 أندر هلأ المطلوب الثالث بده الطاقة المصروفة بالكيلو وات ساعة هذا أمامك طريقتين في حل هلأ يا بتروح تطلع الطاقة بالجول وبتحول من جول لكيلو وات ساعة بالقسم على 36 في 10 قوة 5 بصير كيف طلع القدرة القدرة بتساوي الطاقة في الزمن الطاقة بتساوي القدرة في الزمن آسف الطاقة بتساوي القدرة في الزمن بشرط يكون الزمن هون بالثواني أنا عندي 45 دقيقة معناها القدرة 200-200 في الزمن 45 في 60 هذا هيك بيكون طلع بإيش؟ بالجول أنا بدي إياه بالكيلو وات ساعة بروح أقسم على 36 في 10 قوة يعني هذا بيساوي شوف 1200 يعني شيل من الـ 1200 خلينا نحولها لا أسس نحول العملية هاي لا أسس بدو يطلع معنا عندي صفر اثنين ثلاث طب بدو يطلع اثنين وعشرين في خمس وعربين في ستة في عشرة قوة ثلاثة على ستة وثلاثين في عشرة قوة خمسة ست مع هاي فيها ستة ست مع الخمس وعربين فيها تسعة اضرب تسعة في اثنين وعشرين أسفر ما فيها تسعة لا الـ 6 مع الخمس وعربين الثلاثة فيها اثنين نعيد مرة ثانية أخذيك أربعة وخمسين مع التسعة إذن لاحظ هاي الـ 6 على الثلاثة فيها اثنين هاي على الثلاثة فيها خمس هاي على اثنين في واحد على اثنين في احداش. احداش في خمسة عشر مية وخمسة وستين. اذا بطلع معانا مية وخمسة وستين في عشرة قوة سالبة اثنين. يعني واحد فاصلة خمسة وستين كيلو واط ساعة. شوف شو سويت. روح اتحسبت الطاقة بالجول. ولما بدي احسب الطاقة بالجول. القدرة لازم تكون بالواط. هيها الفين ومتين واط. الزمن لازم يكون بالثواني. خمسة واربين بدي اضربها بستين عشان احولها للثواني. هيك بتكون طلعت معاي الطاقة بايش? بالجول. بعدين عشان احولها من جول لكيلو واط ساعة بقسم على ستة وثلاثين في عشرة قوة خمسة. قسمنا على ستة وثلاثين واختصرنا. هاي الطريقة صعب صحيح يعني او بدها عمليات حسابية شوي صعب. الاسهل اني اروح احول القدرة لكيلو واط. انا عندي القدرة الفين ومتين واط. كم دك تقسم الفين ومتين واط. على الف بيعطيك اثنين فاصلة اثنين كيلو واط. هاي اثنين فاصلة اثنين كيلو واط. بعدين بدي اروح احول الزمن من دقيقة لساعة. بدي اقسم على ستين. خمسة واربين على ستين. الخمسة واربين دقيقة هي ثلاث ارباع الساعة. هاي. ثلاث ارباع الساعة. اضرب اثنين فاصلة اثنين. في ثلاث على اربعة بتطلع واحد فاصلة خمسة وستين كيلو واط ساعة. في الالفين وواحد وعشرين. ايجا السؤال. نشوف السؤال. ما اعطينا هون. هذا السؤال اللي اجه في الالفين وواحد وعشرين. كويس. ها نحلو. نجيب اخر الصفحة. هو جاي في الصفحات الاخيرة. بس مشان تشوفوا كيف. كيف بيجيبوا مثلا بيطلب اعطيك الا الا الطاقة بالكيلو واط ساعة بان روح طالب التيار. حسا لو اعطاني الطاقة بالكيلو واط ساعة ويطلب تيار ما بصير يظل الطاقة بالكيلو واط ساعة. لازم احولها من كيلو واط ساعة لجون. او انه كيب اتعامل معها سبنا نشوف السؤال اللي اجه. وزارة اجه سؤالين على فكرة على القدرة المستهلكة في الالفين وواحد وعشرين. اجه السؤال. هذا السؤال. اجه في البداية هذا السؤال. مدفأ اول ما اشوف مدفأ سخان مصباح. اعرف انه راح يسلك عن القدرة. فبكل مدفأ كهربائي. مدفأ التسخين فيها طوله هاي لام. لام تساوي اثنين في عشرة قوة واحد. مصنوع من مادة مقاوميتها. هذه روت. روت تساوي احد عشرة قوة سالب تمانية اوم في متر. وموصول الى مصدر فرق جهود مية وعشرة هاي جيم. حتى ما دعم في جيم في ميروم ميم لام. اعرف انه لازم تكون الطاقة بالجول. والزمن بالثوان. طيب اذا علمت ان المعدل الزمني للطاقة المستهلكة. اه هذا النص على فكرة. مرتين اجه في الوزارة. النص هذا اللي هو المعدل الزمني للطاقة المستهلكة. هاي بتعني القدرة. وبتميزها من وين? طلع على الوحدة. طلع شو وحدتها. اربعة فاصلة اربعة ايش? كيلو وات. يعني معناها هاي القدرة. القدرة تساوي اه اربعة فاصلة اربعة كيلو وات. كيلو وات ما بزبط. مدام جول. والثانية بدا تكون القدرة بايش? بالوات. فبالتالي هذا. بدي يكون. بدك تضرب في الف. هون اربعة فاصلة اربعة ضرب الف. يعني راح تطلع معاي اربعة تلاف واربعة ميت و. طيب. اه فان مساحة مقطع الموصل بده الف. الف واضح مش راح اقدر اجيبها الا من وين? من ميم. ميم شو تساوي? ميم تساوي رو في لام على الف. طب عندي رو. وعندي لام. ظل ميم. بعرف ميم بقدر اطلع علي. ميم من وين ده رو هجيبها? من القدرة. القدرة واندي الجهود. نفس السؤال اللي كنا بنحل فيه قبل شوي. القدرة شو تساوي? القدرة بتساوي جيم تربيع القدرة. بتساوي جيم تربيع على ميم. يعني ميم بدها تساوي جيم تربيع على القدرة. يعني راح تطلع معاي ميم تساوي. ميم تساوي. جيم تربيع مية وعشرة. ضرب مية وعشرة على أربعة وعلاف واربعمية. الصفرين. مع الصفرين بتروحو. على احداش فيها واحد. على احداش فيها اربعة. اذا بتطلع المقامة. ميم تساوي احدةعش على اربعة. حط هون احد عشر على اربعة. والمقاومية هايها. احدعش في عشر قوة سالب ثمانية. هذه احداش. في عشرة قوة سالب ثمانية. اولام اثنين في عشرة قوة واحد على الف. احداش مع احداش بتروح. اضرب ضرب تبادل بتطلع الف تساوي ثمانية في عشرة قوة سالب سبعة. هاي الجواب. اذن ثمانية في عشرة قوة سالب سبعة. هذا سؤال تطبيق مباشر. الان السؤال هون الاخير. لاحظوا على هذا. سخام كهربائي. بره ثاني اول ما تشوف كلمة سخان مدفئة مصباح اه مسجر راديو اي جهاز تعرف انه راح تكلى اسألك عن القدرة. فبسألني بكل سخان كهربائي بيستهلك طاقة مقدارها هاي طاقة. معطيك اياها بايش الطاها معطينا اياها بالكيلو واط ساعة ما بسبب اذا بدي استخدمها فقط القدرة في الزمن. اما اكثر من هيك لا. ما بسبب. طيب. يعمل لمدة ست دقائق هذا الزمن. فاذا علمت ان مقامته بس خلص مدام جاب صرت المقامة معناها راح استخدم القوانين اللي فيها جيم في تا في زين تا تربيع في ميم في زين جيم تربيع ميم في زين. يعني راح استخدم اللي فيها جيم و ميم او تا و ميم او جيم و تا. هذول اجبالي تكون الطاقة بايش? بالجول. او يعني هذا السؤال اللي بقدر احله بطريقتين. يا برو هطلع الطاقة القدرة. كل الطاقة هاي اللي انت اعطيتني يا. الطاقة بدها تساوي. القدرة في الزمن. الطاقة ثمانية في العشرة. ثمانية في عشرة قوة سارب واحد. القدرة هو اللي بدي اياه. الزمن ستة على ستين. لازم احاوله لساعة. ما بزبط دقائق. كويس. هلا هيك القدرة راح تطلع معاي بايش? بالكيلو واط. بالكيلو واط. بعدين بحولها من كيلو واط لواط زي ما سويت في هذا السؤال. او بعدين بستخدم القوانين اللي فيها جيم و تا او جيم و ميم. راح تطلع معانا هنا القدرة تساوي. هون طبعا في واحد في عشرة. اضرب ضرب تبادل راح تطلع القدرة ثمانية كيلو واط. يعني ثمانية في عشرة قوة ثلاث واط. الان القدرة شو تساوي? القدرة هو بده التيار. القدرة تساوي تاتر بيع في ميم. مش معنى اخترت هذا القانون. لانه عندي قدرة. وبده تيار وعندي مقامة. اذا تاتر بيع في ميم? القدرة ثمانية في عشرة قوة ثلاث. ثمانية في عشرة قوة ثلاث. يساوي تاتر بيع في المقامة خمسة في عشرة قوة اثنين. اقسم على خمسة في عشرة قوة اثنين. على خمسة في عشرة قوة اثنين. راح يطلع تاتر بيع يساوي ثمانية على خمسة في عشرة قوة في عشرة. نطلع على فوق شوي. اذا راح يطلع معانا هون تا تربيع. هاي تا تربيع شو بدها تساوي? تا تربيع بدها تساوي ثمانية في عشرة قوة ثلاث على خمسة في عشرة قوة اثنين. خلي ثمانية على خمسة تقسمهاش. تقسمهاش بتغلب حالك. ثمانية على خمسة ارفع العشرة قوة اثنين فوق. راح تصير سالب اثنين. مع الموجب ثلاث بضل عشرة قوة واحد. يعني بطلع ستة عشر. تا تربيع يساوي ستة عشر. اذا تا يساوي اربعة امبير. اذا هذا قانون القدرة المستهلكة في هذه المقامة. ايه عفوا اتيار المار في هذه المقامة بالامبير. سؤال ثمانية وستين. هذا سؤال مهم جدا. هذا بي اي بي. هذا السؤال مهم. السؤال هذا ما اعطينا هون. بكلك مصباح كهربائي كتب عليه ثلاثة فورت. يعني هذا الجهد اللي لازم يشتر عليه المصباح. ثنين ونص واط يعني هاي قدرة المصباح. قدرة المصباح. يراد اضاءته باستخدام بطارية قوتها الدافع تسعة فورت. يعني بدك تشغله على جهد كلي تسعة فورت. المصباح لا يتحمل تسعة فورت. المصباح بشتغل على ايش? على ثلاثة فورت. فاذا جينا وصلناه مع تسعة فورت. شو بده يصير في المصباح? المصباح يتحمل يتحمل. ثلاثة فورت. فاذا وصل فاذا وصل مع بطارية تسعة فورت مع بطارية تسعة فورت سيحترق. فانه سيحترق. يحترق معناها راح يتلف. يتلف. هالتالي لازم اعمل على حماية هذا المصباح من التلف. اصلي حمايته من التلف. لحماية المصباح من التلف. من الاحتراق. وصلت معه مقامة خارجية. هون الفكرة. ممكن تجيك هاي الفكرة. لحمايته من التلف. نوصل معه مقاومة خارجية. على ايش بدك توصل المقامة الخارجية. على التوالي ولا على التوازي. حسب. انت شو بدك تساوي بدك تحميه من تيار كبير? ولا من جهد كبير? بده احميه من الثنتين. بس حسب هون اللي عندي. بدي احميه من جهد كبير. اللي هو بيشتغل ثلاثة فورت وراح اشغله على تسعة فورت. بالتالي لازم اعمل عملية تجزئة الجهد. عشان احميه من الجهد العالي هذا. والطريقة اللي تستخدم في تجزئة الجهد هي التوصيل على التوالي. ولذلك لازم اوصل المصباح على التوالي. ليش على التوالي? مرة ثاني. هذا ممكن يجيك سؤال. ليش لازم اوصله على التوالي? لانه التوالي هو اللي بيعمل عملية تجزئة الجهد. وبالتالي بكون حمية الجهاز من الجهد العالي اللي بتحملوش المصباح بده يحترق. تمام? اذا نوصل معه مقامة خارجية على التوالي. والسبب لتجزئة الجهد. على هذا السؤال بنحل بطريقتين. طريقة دليل معلم شوي صعبية. بدك تحسب المقامة المصباح. وبعدين تحسب المقامة تيار المصباح. وبعدين بيعتبر تيار المصباح هو تيار كلي لانه هذول توالي. فالتيار المصباح بتحمل تيار معين. لازم احسبه. من الجهة من القدرة والمقامة بقدر احسب ايش. الا اه التيار. لانه القدرة بتساوي تاتة اربيع في مين? فبقدر اطلع مين? التيار اللي بتحمل المصباح. فعندي تيار المصباح يعتبر تيار كلي. وعندي جهد كلي تسعة. فبقدر اطلع المقامة الكلية للدارة. بعد ما طلع المقامة الكلية بتكون المقامة الكلية مكونة من مقامة المصباح زائد المقامة الخارجية. مقامة المصباح انا حاسبها. بقدر احسب المقامة خارجية. هاي الطريقة شوي طويلة في الحل. الانسب في الحل سؤال زي هذا. سؤال رقم ثمانية وستين. شوف سؤال ثمانية وستين. سؤال ثمانية وستين. على قدرة المصباح. قدرة المصباح اثنين ونص واض. جهد المصباح يساوي ثلاثة فولت. الجهد الكلي بده يساوي تسعة فولت. الان شغلنا دي حماية المصباح لازم يعتمد على الحقيقة التالية. انه لحماية المصباح من التلف يجب المحافظة على جهده على الجهد الذي يتحمله. اللي هو الثلاثة فولت. الجهد الذي يتحمله هذا واحد. وعلى التيار المار فيه. على التيار المار فيه. لازم يتظل هذول الشغلتين هما اللي هما اللي 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 تحافظ عليه. كويس? لازم نحافظ على زي ما حكيت. الجهد الذي يتحمله والتيار. طيب جهد المصباحين ما اعطينا. جهد المصباح ثلاثة فولت. شو ظل عليه? اطلع تيار المصباح. هلا القدرة تساوي جين فتاة. القدرة اثنين ونص. خمسة على اثنين. هاي. خمسة على اثنين وات. الجهد ثلاثة فولت. في التيار. اضرب ضرب تبادل في البداية عشان ابسط على حالي. ستة تات تساوي خمسة. اذا تات تساوي خمسة على ستة. ام. اذا لازم احافظ. على جهد المصباح هذا ثلاثة فولت. وعلى التيار المار في المصباح. الجهد الكلي اللي بده يتحمله المصباح. بده يتوزع على المصباح والمقامة الخارجية. والمقاومة الخارجية. الجهد الكل اللي بنشغله عليه تسعة. المصباح ثلاثة. هذا بساوي التيار في المقامة الخارجية. ودي الثلاثة على الطرف الثاني. تسعة ناقص ثلاثة تساوي ستة. التيار خمسة على ستة في المقامة الخارجية. ايضا اضرب ضرب تبادل هيك. رح يطلع معاك חمسة في الخارجية تساوي ستة وثلاثين. اذا لازم تكون قيمة المقامة الخارجية خمسة. هاي تساوي سبعة فاصلة اثنين في العشرة اوم. توصل مع المصباح على التوع. ووضح الفكرة. هذا السؤال مهم. هذا السؤال مهم. ممكن يجيك السؤال بهاي الطريقة. شوف. يعطينا مثال. 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 نفس الفكرة. بس ما يجيب لك النص كاملا زي هي. يروح راسم لك بهذا الشكل. وهذا مصباح. هي هيك تمثيل المصابيح في الدارة. ويجي يعطيني هنا اثنى عشر فور. وهذا بكل في الشكل المجاور. في الشكل المجاور. دار. دار تحوي. اه مصباح. ومصباح مكتوب عليه. ثمانية. فولت. ستعاش وار. بحمايته من التلف. وصل معه المقاومة ميم. سين. هاي قال ليها ميم سين. ان مقدار ميم سين يساوي. عاد بعطيك خيارات. الف. اثنين اوم. باف. ستة اوم. اه ستة اوم. جيم. ثمانية اوم. دال. اتناعشر اوم. يعطي. نيجي نشوف سؤال زيهاد. نفس الفكرة. مدام في حماية من التلف. معناه. لازم احافظ على شغلتين. لازم احافظ على الجهد. على جهد المصباح. ولازم احافظ على تيار المصباح. طيب. جهد المصباح حي. جهد. المصباح ثمانية فور. هذا فيش فيه. فيش فيها شطارة. هذا مبين وواضح. هستظل تيار المصباح. تعرف. القدرة ما هم اعطين اياه. القدرة تساوي جيم فتا. فالقدرة ما اعطيك اياها ستة عشر. وجيم ثمانية. وبدك التيار تا. فبالتالي التيار بده يساوي ستة عشر. على ثمانية راح تطلع اثنين امبر. الان بدك تروح على الجهد الكلي. الجهد الكلي اللي هو موصول معه البطارية. هاي الجهد الكلي شايفينه? هذا بدي يتوزع ما بين المصباح. والمقامة الخارجية. يعني راح يطلع معاي. عندي هون. اللي هو الجهد الكلي اثنين يساوي جهد المصباح ثمانية. زائد التيار في المقامة الخارجية. هاي اللي هي ميم سين مقامة الخارجية. اذا معناها اربعة يساوي. التيار هاينا طلعناها ثلين. في ميم سين. اذا ميم سين لازم تكون قيمتها اثنين اوم. يعني الجواب بده يطلع الف. الجواب بده يطلع الف. هاي نفس الفكرة. بس بيجيب لك هي على شكل سؤال ضع دائرة. مشان يحدد لك الخيارات اللي انت ممكن تختارها. بس بدك تكون يعني عارف نفس الفكرة. هذا السؤال الاخير. سؤال سهل من اسلطة الكتاب. مدفأة كهربائية صنع ملف التسخين فيها من سبيكة اسمها النايكروم. اذا كانت مقامة الملف عايمين. وكان الملف متجانسا. هاي العبارة يعني ما تخلتنيش كثير. لانه متجانس معناها كثافة المادة موزة عليه بانتظام. فبالتالي اي سلك اي جزء من السلك يمثل كأنه نفس كثافة السلك كاملة. يعني لو اخذت منه جزء مساحته. عدد الالكترنات حرة في وحدة الحجوم. مقاوميته. كلها بتكون متساوي. يعني ما العبارة انه كان الملف متجانسا ما بتقني ليش اشي. خلا اجد المعدل الزمني للطاقة المستهلكة. شو يعني المطلوب. يعني بده القدرة. المعدل الزمني. هنا مكتوبة هون بتجي تطلع عددوسية. هون مشروح في القوانين القدرة اللي مكتوبات عندك هون. هاي. شايفين القدرة شو هي. هي المعدل الزمني للطاقة المستهلك. فلما بيجي قولك اجد المعدل الزمني. طرف الوزارة مرتين اجد. هذا النص. فالمقصود في بده القدرة. في الحالتين التاليتين. اذا وصلت المدفع الى مصدر فرق جهد متين وعشرين. جيم تربيع عالمي من القدرة. وجيم عندي متين وعشرين في متين وعشرين على اثنين وعشرين. هاي فيها واحد فيها عشرة. يعني الفين ومتين واط يعني اثنين فاصلة اثنين كيلوات. الان اذا اذا قطع ملف التسخين عشان هيك حكى لك متجامس. لو جيت قسمت ملف التسخين لنصين. النصين متطابقين في كل اشي. عشان هيك بسموه متجامس. يعني حكى انه متجامس. ثم وصل احد جزئيه الى مصدر فرق جهد متين وعشرين. يعني انت ايش سويت? قللت الطول الى النصف. طيب. لما بتقلل الطول الى النصف المقاومة. شو بدو اصير فيها? اذا تقلل النص ما هي مين بتساوي رو فيلام على الف. طيب قلت المقاومة الى النصف. شو بدو اصير في القدرة? واقع ممكن يسألك هذا السؤال. هيك بشكل مباشر. انما هون شو طالب? بدك تحسب للقدرة. هلا اذا 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 كانت مقامته اثنين وعشرين. بس اقسم الى النصف راح تصير لمقامة احد عشر. راح تكلل المقامة للنصف. راح تصير ايش? احد عشر. وبالتالي القدرة بدها تساوي. متين وعشرين. في متين وعشرين لهجيم تربيع على احد عشر. هي فيها واحد. هي فيها اشرين. اذا بطلع صفر صفر اربعة. اذا راح تصير كام? اربعة فاصلة اربعة في العشرة كيلو واط. يعني ايش? راح تزداد المقامة الضعف. لانه ان توصلتم الى نفس فرق الجهد. والقدرة بتتناسب عكسيا مع المقامة عند ثبات الجهد. وبالتالي المقاومة. لما تقل للنصف القدرة بتزداد للضعف. لانه العلاقة اللي بين القدرة والمقامة هيها. علاقة عكسية عند ثبات الجهد. هذا اسئلة القدرة. هون الايجابات. السؤال رقم سبعين. اجابته واحد ونصف متر. انتبه للسؤال هذا. اجا وزارة واحد وثمانين. طيب هاي السنتيمتر بده تحويل. خمسة في عشرة قوة سالب اربعة. في عشرة قوة سالب اثنين. فبتصير خمسة في عشرة قوة سالب ستة. اوم في متر. الملي متر مربع هذا بده تحويل. بده يصير ثلاث في العشرة. في عشرة قوة سالب ستة. يعني ثلاث في عشرة قوة سالب سبعة. الكيلو واط هذا بده تحويل واحد فاصلة ستة. في الف. فراح يصير ستة عش في عشرة قوة اثنين واط. هيك هذول ابدك تنتبه. الجواب بطلع واحد ونص متر. الجواب واحد ونص متر. هذا السؤال بش في تحويلات جاهز. لاحظ الطاقة خلال ثانية. هذا يعتبر الزمن. الجواب هون بطلع عشرة متر. عشرة متر. كويس. عشرة متر. السؤال هذا. بده مقامة المسباح بطلع اربعمية واربعة وثمانين اوم. شدة التيار بتطلع خمسة على احداش. لو طلعت معك عشرة على اثنين وعشرين بصير. لو طلعت معاك خمستعش. اه على اه اه عفوا اه خمسة على اثنين وعشرين. لو طلع معاك كمان ممكن يطلع معاك اه خمسمية على الف ومية. هيك كمان برضو مقبول. يعني اكثر من 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 صيغة. اللي بده الطاقة المستهلكة. لاحظ. الطاقة ما حدد. ما حكالي بده جول ولا كيلو وات ساعة. عسى اذا سؤال خيارات. من الخيارات بتعرف. لكن اذا كان سؤال حل تحله بالجول بس. لا تحل بالكيلو وات ساعة بالكيلو وات ساعة. بس اذا طلبها منها. اوجد الطاقة بالكيلو وات ساعة. فالطاقة هون تطلع. 18 في عشرة قوة اربعة جول. مية وثمانين أب. هون عندك مجموعة من المقاومات. مين المقامة؟ هذا هذا بناكش معاكم هون. هل مين المقامة الاكثر استهلاكا؟ بروح ادور اللي بيمر فيها اكبر تيار. فالتيار سواء كان جاي من هون او من هون. هاي التيار مثلا. فوق كم المقامة الكلية؟ اربعة مين. طيب وتحت كمان اربعة مين. معناها التيار شو بده يساوي؟ بده يتوزع بالتساوي. نص تا نص تا. اذا هون شو طلع؟ طلع انه الاربع مقامات. الاربع بيمر فيه نفس التيار. نص تا نص تا نص تا نص تا. ها ساني اجعاد على القاعدة الثانية. اذا تساوي في التيار. نبحث عن اكبر مقامة. هاي اكبر مقامة فيهم الاربع. اذا الاكثر استهلاكا هي ميم اثنين. ليش؟ لانه يمر في جميع المقامات نفس التيار. وعند ثبات التيار القدرة تتناسب طرديا مع المقامة. اللي مقاومته اكبر استهلاك واكثر. فبالتالي ميم اثنين. هذا السؤال اثبات. هذا السؤال انا راح اثبته. هذا وهذا. اه هون. جد القدرة المستهلكة. هنا مسباحان كارويان. هذا السؤال في المنهج القديم. كويس. واحد مكتوب عليه ميتين فولت ميت واط. الثاني ميت فولت ميت واط. جد القدرة المستهلكة في كل منهما. اذا وصلها على التوالي. ثم وصلها بمصدر فرق جهد. فبتطلع قدرة الاول تسعة واط. اذا وصلت هذولا. مع ميت فولت. مع مية وخمسين فولت. وصلت مع التوالي. هذا راح يشتغل تسعة واط. من مية هيشتغل تسعة. والثاني هيشتغل بستة وثلاثين واط. ومجموع الوطات الثنتين خمسة واربعين. بينما قبل لو انه توصيل على التوالي بيطلع مجموع وطاتهم متين. هون مجموع الوطات اللي هيشتغلوا عليها خمسة واربعين. تسعة زائد خمسة وثلاثين. هذا السؤال كان في المنهج القديم. هذا سؤال مهم. نفس فكرة سؤال ثمانية وستين اللي حلناها قبل شوي. هون راح يطلع الجواب خمسة عشر فولت. خمسة عشر فولت. هون استعمل مجفف شعر لمدة خمسة عشر دقيقة نعم. هذا بطلع اربعمائة واط. اربعمائة واط. انتبه هون الطاقة معطيك اياها بالكيلو واط ساعة. فانت امام خيارين. بتطلع القدرة. بتقول الطاقة بتساوي القدرة في الزمن. حول الزمن لساعات. وعندك الطاقة بتطلع القدرة بالكيلو واط. بعدين حولها الواط. بعدين ارجع اخذ القانون اللي بدك اياها. او من البداية. حول الطاقة من كيلو واط ساعة لجول. تضربها بستة وثلاثين في عشرة قوة خمسة. حول الزمن من دقائق لثواني. لان هون بالدقائق الزمن. خمسة عشر دقيقة. كويس؟ لا تنسل خمسة عشر دقيقة. ربع ساعة واحد على اربعة. بتحول الزمن لثواني. والطاقة لجول. وبعدين بتستخدم القوانين. جيم في تا في زين. تا تربيع في مين في زين. جيم تربيع على مين في زين. اللي بدك اياها. هذا بطلع اربعة مية. هذا بطلع مية وواحد وعشرين اوم. وهذا بطلع احد عشر ثانية. هاي. الاجابات هاي. بدي ارجع على اي سؤال. بدي ارجع على هذول السؤالين. هذا السؤال اثبات. ميم واحد وميم اثنين موقع ومكان. اذا وصلتا على التوازي. ثم وصلتا بمصدر فرق جهد. جيم. تكون القدرة المستهلكة فيهما. اربعة امثال. القدرة المستهلكة فيهما لو وصلتا على التوالي. ثم وصلتا الى نفس فرق الجهد. اثبت ان المقاومتين متساويتين. يعني قدرة التوازي. هيك بدوهم. قدرة التوازي. هون. بدو القدرة على التوازي. تساوي اربعة امثال القدرة التوازي. هاي هي فكرة السؤال. فبدي اثبت. من خلال هاي المعلومة. انه المقاومتين متماثلتين. هذا سؤال. رقم. كم؟ سؤال رقم يا حفيظ الامر والسلامي. اربعة وسبعين. نرجع للسؤال نرجع نحل سؤال اربعة وسبعين. سؤال اربعة وسبعين. بحكيلي انه بدو القدرة على التوازي. تساوي اربعة امثال القدرة على التوالي. لنفس المقاومة. واذا وصلتا الى نفس فرق الجهد. اذا معناها بدك تروح تختاريش. القانون اللي فيه جهده مقامة. خاصة جيم تربيع على الميم الكلية للتوازي. بدو يساوي اربعة امثال جيم تربيع على ميم الكلية للتوالي. طيب جيم تربيع مع جيم تربيع بتروح. اضرب ضرب تبادلي. فبتطلع ميم الكلية للتوالي. تساوي اربعة اضعاف ميم الكلية للتوازي. طيب عظيم. نيجي لميم الكلية للتوالي شو هي حاصل ضربهم عفوا نجمعهم بس ميم واحد زائد ميم اثنين وهون اربعة ميم الكلية للتوازي حاصل ضربهم على مجموه هستضرب ضرب تبادلي هيك بهذا الشكل فراح يصير معك ميم واحد زائد ميم اثنين الكل تربية لانه ميم واحد زائد ميم اثنين في ميم واحد زائد ميم اثنين يساوي اربعة ميم واحد ميم اثنين فاكل قوص هذا فاكل تربية لا يتكون لي خد جذر ليش خاطبا experimental جذر هاتش بدي فيها هتطلع علي جذر ميم واحد في ميم اثنين وش بعمل فيها فالذلك فاكل تربية اسهلة شو بصير عندكم ميم واحد تربية زائد اثنين ميم واحد ميم اثنين زائد ميم اثنين تربيع يساوي اربعة ميم واحد ميم اثنين. هو دي الاربعة ميم واحد ميم اثنين هون. شو بالصفة عندي المعادلة? بدي يصير ميم واحد تربيع. هون عندك اثنين ميم واحد ميم اثنين. ناقص اربعة ميم واحد ميم اثنين بالصفة. ناقص اثنين ميم واحد ميم اثنين. زائد ميم اثنين تربيع يساوي صفة. هذا بايش بذكرنا? ميم واحد تربيع. ناقص اثنين ميم واحد آآ ميم اثنين. زاد ميم اثنين تربيع. هذا الفرق بين حدين الكل تربيع. يعني ميم واحد ناقص ميم اثنين. الكل تربيع يساوي صفر. هاي لو فكيتها بتعطيك هاي المعادلة. خذ الجذر الان باخذ الجذر بتصفي عندك ميم واحد ناقص ميم اثنين تساوي صفر. اذا بالتالي خذ هاي للطرف الثاني بطلع ميم واحد يساوي ميم اثنين. وهو المطلوب. هو المطلوب انك تثبت انه المقاومتين متساويتين. المقاومتين متساويتين. السؤال رقم خمس وسبعين. سؤال خمس وسبعين. بكل. في السؤال برضو اثبات. انا حتى يجي واحد يكلي طيب ما فيش اثبات. ما فيش يعني اثري كلها بعض دائرة. وهس فيها احسن الاحوال راح تكون ثلاثين في المية. اه حل مقالي. وسبعين في المية بعض دائرة. ومش معقول في الثلاثين في المية. يترك اسئلة مهمة. في القدرة في الطاقة في كيرش وفي الدارة بسيطة في اه اه انعش غلق. ويجي يطلب ليها اثبات. صح. بس ممكن يجيب لك ايها اثباتك بعض دائرة. كيف انه اه 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 يجيب السؤال زي هيك موصل طوله. اه بعدين يقول لك ان الطاقة المصروفة خلال هذه تعطى بالعلاقة يعطيك اربع خيارات. وبالتالي انت اجباري ساعتها بدك تروح تشتق العلاقة وتعرف توصل للنتيجة الصحيحة. هذا مثلا. كيف ممكن يجيب لك هيها. ممكن يجيب لك النص كاملا هيك. وبعدين يقول لك. ان العلاقة بين المقامتين. ميم واحد تساوي اثنين ميم اثنين. تساوي اربع ميم اثنين. تساوي ميم اثنين. تساوي نص ميم اثنين. بدك تروح تحل الاثبات اللي اثبتناه كله. وبعدين تطلع بنتيجة انه ميم واحد يساوي ميم اثنين. يعني ممكن يجيب ليها على شكل ضع دائر. فهذا السؤال بكل موصل طوله لم. مساحة المقطع هي الف. اه مقاومية مادته رو. يوصل بفرق جهد جيم. فمر عبر مقطعه العرضي نون الكترون. هذا نون يعني مش نون فتح. وخلال الفترة زمنية دلتا زين. اثبت ان الطاقة المصروفة خلال هذه الفترة الزمنية تعطى بالعلاق قانون تربية. في عين تربية. في عين. ها. مدام في عين. معناها هو معوض قانون التيار انعش. لانه عين مش موجود الا هناك. طيب. في دلتا زين. في شحنة الالكترون تربية. على الف. في لام باربرو. في دا معناها بدي اروح. ابلش. في قانون طاق. قانون الطاق. بتساوي. تا تربية. في ميم. في زين. ايش معنى هاي? ما خدتش جيم. جيم مالهاش قوانين. ميم اللي ايلها رولة. روفي لام على الف. والتيار هو اللي ايله قانون. التيار شو بتساوي? انعش. الف. في نون فتح. في عين. في شحنة الالكترون. الكل. تربية. ميم. هي روف. في لام. على الف. في دلتا زين. انفك التربية. هذا بدي يصير الف تربية. في نون فتحة. تربية. في عين. تربية. في شحنة الالكترون. تربية. في روف. في لام. على. الف. في دلتا زين. بس هو في السؤال. ما جاب لي سيرت نون فتحة. وفي الاثبات. طل على الاثبات. لاحظ. الاثبات. هاي. في ش في نون فتحة. في ايش. في نون. اذا معناها لازم اروح احول. من نون فتحة. لنون. وانا بعرف. انه نون فتحة. هي عبارة عن نون على الحجم. يعني نون على الف. في لام. اذا تعالى عاوضها هون. من نيجي بنقول طاقة تساوي. الف تربية. في نون تربية. على الف تربية. في لام. تربية. هاي مغوط مكان نون فتحة. في عين تربية. في شحنة الالكترون. تربيع. في رو. في لام. على الف في دلتازين. ايه الان. الف تربيع. مع الف تربيع بتروح. لام. مع التربيع بروح. بظل في المقام. في المقام عندي. الف و لام. بس. على في البس. عندي. نون تربيع. عين تربيع. شحنة الالكترون. في رو. في دلتازين. وهو المطلوب. هذا اللي مطلوب اثباته. اذا هذا قانون الطاقة المستهلكة في هذا الموصل. مطلوب اثباته بهاي الصيغة. فهين اثبتنا? سؤال رقم ستة وسبعين كمان انا بدي احله لانه في زي ما حكيت في فكرة انه المصباح هون عفوا الجهازين ما هيشتغلوا بكامل قدرتهم. فكيف بدي اثبت? كيف بدي اوجد قدرة كل منهما? الاول المصباح الاول المصباح رقم واحد. القدرة اللي بيشتغل عليها ميت واحد. وفرق الجهد جين للأول بساوي ميت فوق. الثاني المصباح الثاني. قدرته هذا المصباح الثاني. الاول عفا الاول ميتين. الثاني. الاول ميتين فولت. وقدرة ميت واحد. الثاني ميت فولت. والقدرة ميت واحد. اذا هذا هون. القدرة ميتين فولت. الى المصباح رقم اثنين. المصباح. رقم اثنين. ما اعطيك القدرة ميت واحد. جهده بيشتغل على ميت فولت. الا بقدر احسب. ده وصلهم اثنين على التوالي. هذا الجهاز المصباح رقم واحد. هذا. هيك. هذا المصباح. رقم واحد. وهذا المصباح رقم اثنين. وهذولا بدنا نوصلهم الى فرق جهد مية وخمسين فولت. كم قدرة هذو? كم قدرة هذو? ولا اس يعني اسهل شغلين اروح احسب التيار اللي مار فيه كل المصباحين. يعني احسب التيار اللي هون. ولا عشان اقدر احسب التيار. التيار بده ساوي جيم على ميم. هذا ميم واحد. هذا ميم اثنين. اذا لازم احسب ميم واحد. ميم واحد بدها تساوي جيم تربيه على القدرة. يعني مية متين ضرب متين على القدرة مية. فراح يطلع معاي اربعمية اوم. ميم اثنين تساوي مية ضرب مية على مية. فراح يطلع ميت اوم. اذا انطلع عندي مقاومتين. هذا اربعمية اوم. وهذا ميت اوم. التيار بده ساوي الجهد على المقامة الكلية. الجهد الكلي مية وخمسين. المقامة الكلية هاي مية وخمسين. المقامة الكلية اربعمية. زائد مية بساوي خمسمية. مية وخمسين. على خمسمية. صفر مع صفر بتروح. اضرب في اثنين في اثنين. اذا ضربنا في اثنين. اثنين. ليش ضربت في اثنين? عشان يصير المقام مية. يعني رح يصير ثلاثين. على مية. يعني ثلاث في العشر امبير. ثلاث في عشر قوة سالب واحد امبير. وبالتالي قدرة الاول بده ساوي تا تربيع في ميم واحد. يعني بمر فيه نفس التيار. التيار بده يصير تسعة في عشرة قوة سالب اثنين. ضرب المقامة اربعمية. العشرة قوة سالب اثنين مع الصفرين بتروح. فبتصفي القدرة الاول ستة وثلاثين وان. انا اخطأت في توضع الاجابة هناك كتبت القدرة الاولى تسعة والثانية ستة وثلاثين. لا هي الاولى ستة وثلاثين. وقدرة الثاني قدرة. الموصل الثاني بدها تساوي ثلاث يعني تسعة في عشرة قوة سالب اثنين في ميم اثنين. اللي هي مية عشرة قصة اثنين. هاي مع هاي بتروح. فبطلع تسعة واط. يعني بدنا نرجع هون على هذا. نعدل مرة الثانية. لا هنا قدرة الثاني. تسعة وقدرة الاول بطلع ستة وثلاثين واط. هذا كان سؤال في المنهج القديم. هيك حلينا وفهمنا شو معنات. القدرة وحلينا عليها مجموعة من الاسرية تقريبا كل دورة بيجي سؤال على القدرة. سواء كان قدرة مستهلكة في مقامات او في دارات او انه مسائل حسابية. وركزولي على المصباح اللي بدنا نعمل على حمايته من التلف. هذا سؤال مهم. لانه فكرة جديدة ما اجت في الوزارة وموجود في المنهج. فديروا بالكم عليه. والله يعطيكم العاف. السلام عليكم.